تقول يعني الحكي والكلام اللي في القلب هل يؤاخذني الله عز وجل عليه اخت الفاضل أبارك الله فيك أما حديث النفس في الخير هذا يؤجر عليه الإنسان ولذلك أحيانا النية الصالحة تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه العمل فأنت إذا نويت الخير وحددت نفسك بالخير تؤجرين أجر عظيم تؤجرين أجر عظيم أما إذا حدثت في نفسك في قلبك تتكلمين في أشياء فهذه تختلف باختلاف نوع الحال فإذا كان رياء هذا تأثمين عليه إذا كان حسد بالقلب حتى لو ما تكلمتي هذا تأثمين عليه يعني أن تتمنين زوال النعمة عن الغير إذا كان حقد وكراهية وبغضاء لمن لا يستحق ذلك من المؤمنين هذا تأثمين عليه لأن هذه أمراض القلوب إذا كان كبر والعياذ بالله وعجب بالنفس هذا أيضا تأثمين عليه هذه كلها أمراض قلوب بعض الناس ما ينتبه لها الحسد والحقد والبغضاء والكراهية والرياء والعجب مثلا هذه كلها أمراض قلوب يجب الإنسان يكنس هذه من القلوب ويبعدها عن قلبه أما إذا كان يعني حديث نفس طاف بك طائف ويعني تحدثت بشيء من الأمور التي لا يرضاها الله عز وجل ثم استغفرت وانصرفت ما عليك شيء ولله الحمد والمنة وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل فمدام ما تكلمتي وما عملتي ما تآخذين عليه